مؤتمر ميونخ للأمن يحضر فيه العراق وفي حقيبته الدولوماسية ملفات عن الأمن والعلاقات مع أوروبا والولايات المتحدة وعلى رأسها وجود التحالف الدولي اليوم العراق يشهد أمن واستقرار بسبب جاهزية وكفاءة الأجهزة الأمنية العراقية الأمر الذي مكننا أن نطلب من التحالف الدولي إنهاء هذه المهمة التي استمرت عشرة سنوات الحرب على غزة والتصعيد في البحر الأحمر المنطقة التجارية الرئيسية في العالم وما صاحبها من توترات جيوسياسية إنعكست على الداخل العراقي وملفات أخرى ستناقشها بغداد من خلال وفد يقوده رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني ونائب الرئيس الأمريكي كاميلة هاريس على رأس من يتباحث معهم العراق في ميونخ السيد الرئيس الوزراء لديه أيضا جملة من الملفات يريد أن يطرحها مع الجانب الأمريكي من جهة والجانب الأوروبي من جهة أخرى لاعتبارات كثيرة أن العراق اليوم هو نقطة استراتيجية مهمة في المنطقة لا يمكن أن يكون جزء من الصراع وتصفية الحسابات على الأراضي العراقية لأن بالتأكيد إذا ما حدث أمر جلل على العراق سوف ينعكس على المنطقة بوجود أطراف التحالف الدولي في ألمانيا فإن الحكومة تؤكد رغبة العراق في تنظيم العمل مع التحالف الدولي وإنهاء وجوده مع التحول إلى العلاقات الثنائية المتعددة مع الدول المنخرطة فيه عبر تأزيز الجوانب الدولماسية بين بغداد والعالم بعض المعطيات والمؤشرات بأن العراق سيعطي رسائل إخراج أو انسحاب التحالف الدولي من العراضي العراقية مما سينطلق للتعامل والتفاهم والتشارك وتوقيع التفاقيات ومعاهدات لكل الدول أو أغلب الدول التي شاركت وساهمت في التحالف الدولي قطاع الاقتصاد والمرتبط بالأمن تحاول بغداد تطويره عبر فتح أبواب الاستثمار أمام الشركات العالمية وتحويل العلاقات الأمنية إلى شراكات متعددة لسيما في الجوانب الاقتصادية والتنموية يسأل عراق عبر بوابة مؤتمر ميونخ الأمنية للتحول من ساحة لتصوية الحسابات الدولية والأقليمية إلى نقطة للحل في منطقة ملتهبة تلعب فيها بغداد دورا أمنية رئيسيا من بغداد علي أسد يو تي بي